هذه أبرز العنوين إبراهيم ديازة راعب لعب مغربي يتوج بلقب دور أبطال أوروبا بعد كل من الحدادية وأشرف حكيمي وحكيم زياش عملاق من عمالقة الدورية الإيطالي يقرر التعاقد مع نجم المنتخب المغربي سوفيانا مرابط بعد رحيله عن نادي مونشستر يونيتد هات الصيف سلمان الفرج عميد الهلال لرفقائه قبل ركلات الترجيح أمام النصر سجلوا أنجم وتركوا الباقي على ياسين بونو المنتخب المغربي يجري ثلاث حصة تدريبية بحضور معظم اللاعبين استعدادا لمواجهة منتخب زنبيا والكونغو البرازيفيل أصبح الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال من ضد الإسبانية رابع لاعب مغربي يحرز لقب دور أبطال أوروبا بعد التتويج الميرينجي بلقبه للمرة الخمسة عشر على حساب بروسي دورتموند الألماني بهدفين لسفر وشارك الدولي المغربي في تسع مباريات في دور الأبطال رفقة النادي الملكي مسجلا خلالها هدفين إضافة إلى تميرات حاسمة كان مونير الحددي قد توجى بدور أبطال أوروبا رفقة برشلون الإسباني خلال سنة 2012 فيما حقق أشرف حكيمي نفس اللقب سنة 2018 مع ريال مضيد الإسباني ثم حكيم زياش الذي أحرز اللقب رفقة تشيلس الإيجيزي سنة 2021 يشار إلى أن اللعب خط وسط كرة القدم الهولندي من أصول مغربية طارق وليدة كان قد توجى رفقة آيكس أمستردام سنة 1995 غير أنه لم يحمل قميس المنتخبة الوطنية المغربية بعد النجم المغربي صفيان امرابط لاعب خط وسط فيورونتين الإيطالي على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدورية الإيطالية بعد انضمامه لقائمة الراغبين في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أكدت التقارير الصحفي الإيطالية نقلا عن شبكة MC أن سوفيان أمرابط بات ضمن أولويات المدربة الإيطالية المخضرمة أنتونيو كونتي المدربة الفنية الجديد لنادي نابول الإيطالي لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد ويعد اهتمام كونتي صاحب الإنجازات الكبيرة بمثابة بريق أمل لإنقاذ مسيرة سوفيان أمرابط بعد تجربته الصعبة مع مانشستر يونيتد الإنجليزي في الموسم المنصرم ولن يواجه نابولي مهمة سهلة في ضمن صفوفيان أمرابط حيث سيكون عليه منافسة عن ديج الدول الإنجليزي أخرى أبرزها فولهام بالإضافة إلى اهتمام سابق من قبل يوفينتوس وميلانا اللدان يسعيان أيضا للطفر بخدمات اللعب المغربي الذي تألق بشكل لافت مع المنتخب المغربي في مونديال أخير قطر 2022 ويمني أمرابط النفس بتحقيق استقرار في مسيرته الكروية من خلال الاندمام إلى فريق يمنحه الفرص والإضدهار وقدراته بشكل أفضل تحقيق الإنجازات خاصة مع مدرب بحجم كونتي تشير التوقعات إلى أن الفترة القادمة ستشهد صراعا ساخنا بين الأندية الراغبة في ضمن صفوفيان أمرابط لمعرفة وجهته الجديدة في الموسم القادم خلق سلمان الفرج قائد الهلال السعودي قبل ضربات الترجيح بين فريق النصر والهلال لحيث بنهاي كأس خادم الحرمين الشريفين وضحر سلمان الفرج قبل ضربات الترجيح بين الهلال والنصر وهو يخاطب رفقائه قائلا سجلوا فقط واتركوا الباقي على ياسينبونو سيتصدى لركلة الجزاء وتمكن الهلال من الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين ليكمل بذلك ثلاثية محلية بعد سيطرته على لقبي الدور رشن والسبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين واختير الحارس المغربية سينبونو كأفضل لاعب في النهائي بعدما لاعب دورا كبيرا في تتويج فريقه بلقبه للمرة الثانية على التوالي والحالية عشر في تحق تاريخه بتصديه لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقتين القانوني والإضافي بالتعادل هدف لمتليح أجر المنتخب الوطني المغربي التالت حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره المنتخب الزنبي لحساب الجولة التالت من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 خاضت كتيبة وليد الرجراجي مرانها الثالثة مساء يومه السبت بمشاركة معظم اللاعبين الذين تم استدعائهم في انتظار التحاق البقية وشهدت حصة اليوم التي جرت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة تركيز النخب الوطني وليد الرجراجي على الجانب البدني والتقني خصوصا بعد عودة اللاعبين في المنافسات القرية والمحلية حيث سيواجه المنتخب الوطني المغربي منتخب الزنبي يوم الجمعة المقبل على عرضية الملعب الكبير لأجادير انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتشا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة